أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيسيف ريكاردو بريز أن الوضع بالنسبة للأطفال في قطاع غزة مروع ويزداد تدهورا يوما بعد يوما لفت ريكاردو أيضا إلى المعاناة النفسية الشديدة التي يواجهها الأطفال نتيجة للصدمات المتتالية والأثر الصحي لانتشار الأمراض وسوء التغذية لا جديد في يوميات التغريبة الفلسطينية في قطاع غزة حصار وتجويع وتعطيش ومنع للعلاج ولا مكان آمن على مرأة ومسمع من المجتمع الدولي لأكثر من 320 يوما أطفال غزة أو من تبقى منهم باتوا معرضين لخطر الإصابة بشلل الأطفال وهو المرض الذي اختفى من القطاع قبل 22 عاما إلا أنه عاد مع تفاقم الأوضاع الصحية وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأنروا حذرت من مخاطر تأخر التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة وأنها ستفتح الباب أمام هذا المرض ليتفش بين أطفال القطاع وقال فيليب لازاريني المفاوض العام للوكالة الأممية إن تأخير تحقيق هدنة إنسانية بقطاع غزة مدمر وسيزيد من خطر انتشار مرض شلل الأطفال وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت إصابة طفل رضيع يبلغ عشرة أشهر في غزة بالشلل بسبب هذا المرض ورغم أن الصحة العالمية والأونروا ينسقان مسألة توفير اللقاح إلا أن حملة التطعيم لن تكون مجدية وحدها في ظل عدم توفر المياه الصحية ومسلزمات النظافة الشخصية وانتشار مياه الصرف الصحي بين خيام النازحين وفي ظل عدم توفر بيئة صحية سليمة يأتي هذا التطور في الوقت الذي أكد فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة يتضهور بسبب موجات النزوح المتكررة والاتضاظ ونعدام الأمن وانهيار البنية التحتية واستمرار الأعمال العدائية ومحدودية الخدمات وبسبب النزوح المتكرر على مدى نحو 11 شهرا لأكثر من 90% من السكان بات أهل غزة غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة